المشروع الأطخم على الإطلاق مصر تشيد أطول نهر في العالم في صحرائها الغربية وتهز أركان إثيوبيا ودولة إسرائيل بعدما عبث الثنائي في الملف الأهم على الساحة الإفريقية سد النهضة والذي تلقى زلزالا خطيرا وأصبح على بعد خطوة واحدة من الانهيار القاهرة تشق أطول نهر صناعي بدأ كل شيء في عام 2011 عندما عزمت إثيوبيا على بناء سد على النيل الأزرق من أجل توليد الكهرباء لتعويض النقص الداخلي التي تعاني منه أديس بابا وتصديرها للبلاد المجاورة إلا أن الأمر اعترضت عليه مصر بشدة ولأن تشيده يعني نقص في حصتها في ماء النيل ومن هنا بدأت تشتعل الخلافات وأصبحت الأزمة لوح في الأفق عندما استغلت إثيوبيا المرحلة العصيبة التي مرت بها القاهرة أثناء حقبة ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير لكن المسار بدأ يتخذ اتجاها آخر وتحديدا في عام 2015 فبعض المفاوضات التي حدثت بين الطرفين وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي دي سالين وثيقة إعلام مبادئ سد النهضة ووفقا لعشر مبادئ تلتزم بها الثلاث دول بشأن السد إلا أن الجانب الأثيوبي لم يلتزم بالبنود المتفق عليها وهو ما فيه إضرار بمصالح مصر المائية مما دفعها إلى أن تعلن أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود وخلال العقد الأخير شاهد ملف سد النهضة الكثير من الشد والجذب بين الطرفين وفي كل مرة كانت المفاوضات تقف لعدة أمور مختلف عليها وبالرغم من رفض القاهرة للوضع إلا أن أديسة بابا ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط وأصرت على عمليات ملء السد ولكن أكثر الأمور التي أشعلت الأزمة عندما كشف أن إسرائيل لها ليد العليا في بناء هذا السد من خلال تمويله بقيمة 200 مليون دولار في مقابل أن تتمكن تل أبيب من مواردها المائية في تطوير الزراعة بعد مدها بالتكنولوجيا المطلوبة لإتمام المشروع وهو ما ينتج عنه الإضرار بمصالح مصر في ماء النيل ونقص لحصتها ودائما ما كان يرغب اليهود في الحصول على مياه نهر النيل وفي كل مرة كانت تقف لها مصر بالمرصاد وحاليا صدمت مصر أمال إثيوبيا وإسرائيل في الإضرار بمصالحها المائية بعدما تعرضت إثيوبيا في الأيام الماضية لزلزال بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كيلو متر وهو ما أثار المخاوف الكبير من أن تؤدي الزلازل التي تتعرض لها البلاد لانهيار سد النهضة حيث إن الخبراء أكدوا أنه في حالة حدوث زلزال بقوة 5 ريختر سوف يؤدي لانهيار سد النهضة وهو ما سوف يعود بالدمار على أديسابابا والخرطوم ومن ثم مصر نظرا للفيضانات الكبرى في حالة ملء السد ولذلك قامت مصر بشق وتشيد أطقم نهر صناعي في العالم خلال الفترة القادمة لضمان سلامتها في حالة حدوث أي مخاطر من شأنها أن تدمر حصتها المائية وفي ذلك إطار استراتيجية الدولة لزيادة الرقع الزراعية الكلية للبلاد حيث سيعمل النهر على توصيل المياه لنحو 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلت الجديدة والتي سوف تحتضنه الصحراء الغربية إذ يقع المشروع على الساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبع ويبعو 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر وهذا الموقع تحديدا يتميز بقربه من الموانئ والمطارات ومنها ميناء الأسكندرية والسخنة وضميات ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب وذلك من أجل استيعاب الزيادة السكانية بمنطقتين الدلتة والوادي وهذا المشروع سيضيف ما يزيد عن 30% من مساحات زراعية جديدة إذ ثم عملية حصر لمساحات كبرى غرب المشروع واتضح أن أكثر من 90% من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذور الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضروات وأنواع مختلفة من الفاكهة سيكون النهر الصناعي بطول 114 كيلو متر على أن يضم حوالي 22 كيلو مترا من المواسير المدفونة تحت الأرض من أجل استغلال مياه الصرف الزراعي وهي المياه المعالجة ثلاثيا والنتجة من عملية الرئي الزراعي غرب الدلتة بدلا من إلقائها في البحر والذي بدوره يساهم في تلويث شواطئ الأسكندرية على أن يتم إنشاء محطة عملاقة بطاقة 6 مليون متر مكعف في اليوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى السحب من خزان المياه الجوفية بمنطقة غرب وجنوب العالمين بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام وأيضا السحب من مياه النيل حيث سيتم نقلها من خلال طرعة عملاقة جاري حاليا العمل على تنفيذها ومن المقارر أن يستغل هذا في الزراعة فمن المنتظر أن تبلغ أحجام المياه المتوقعة تدفقها في المحطة بعد هذا المشروع لحوالي من 7 إلى 10 مليون متر مكعب يومية بما سوف يساهم في خفض فتورة الاستيراد والتي تفاقمت من جراء الحرب في أوكرانيا حيث إن زيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر تعني تأمين غذاء المصريين من السلع الأساسية في الوقت التي تعد فيه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وذلك من خلال توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائد للخارج مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير نحو 10 ألاف فرص من العمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة ومن المتوقع زيادة فرص العمال خلال المواسم القادمة بلغت قيمة هذا المشروع الضخم حوالي 160 مليار جنيه وقد انتهت الدولة بالفعل من 35% من الأعمال الإنشائية لمواسير النقل المياه و65% من أعمال المنطقة المكشوفة حيث تقف الحكومة المصرية على قدم وساق وتسابق الزمن بتوجهات من الرئيس السيسي لإتمام أعمال تنفيذ النهر الصناعي وباقي المشروعات الزراعية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر ضمن خطة 2030 هذا المشروع يتميز كونه يعتمد على منظومة ريي نموزجية عبر أكبر محطة معالجة للمياه التي تخدم أراضي مشروع الدلت الجديد بالكامل إذ تطبق هذه المشروعات نظم الرئي الحديث لزراعات عبر تقنيات عالمية تدار عبر منظومة زكية بأجهزة البيفوت أو الرئي المحوري وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحديث نظم الرئي وتطويرها وذلك باستخدام 1600 جهاز رئي محوري مطور على أن يتم زراعتها مرتين سنويا في الموسم الصيفي والموسم الشتوي يعد هذا المشروع ضربة كبرى زلزلت أعمدة إثيوبيا ودولة إسرائيل كما إن المشروع سوف يضع مصر على خارطة الدول المكتفية ذاتيا قريبا شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر